من جانب آخر كشفت مصادر عراقية عن تحركات عسكرية أمريكية على الحدود السورية العراقية لفرض منطقة أمنية عازلة وبينت المصادر أن سفيرة الأمريكية في العراق إلينا رومانسكي تقود حاليا حملة تحضيرات إلى القادة العراقيين وطلبت من السودان ضرورة سحب الحجد الشعبي من محافظتي لامبار ونينوى غربة وشمال بغداد خلال أسبوعين لضمان عدم تعرضها لضربات عسكرية أمريكية وشيكة وعضفت المصادر أن واشنطن تعتزم إقامة منطقة عزلة تمتد من جنوب سوريا في درعة إلى بادية الشام وديرزور والرقة شرقي سوريا وصولا إلى الحسكة والقامشلي في الشمال الشرقي لسوريا تمنع فيها تواجد الميليشيات العراقية واللبنانية والسورية